حكم من يصلي تحية المسجد والإمام يخطب في المنبر خطبة الجمعة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتبعه ذا بخصوص هذا السؤال يختلف فيه الفقهاء عندنا في المذهب عند المالكية لا يجوز لا يحرم في حقه أن يصلي تحية المسجد باعتبار ماذا الفقهاء المالكية كالإمام بن العربي والقرطبي وابن عبدالبر يعلمون ذلك الحديث الذي لما دخل رجل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قاعدة قال قم فاركع ركعتين والحديث في صحيح مسلم يعني باستحباب أو سنية صلاة تحية المسجد إما بالعموم كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجدة فلا يقعد حتى يركع ركعتين أو بهذا الخصوص لكن يقولون بأن هذه حالة خاصة وإلا الشواهد الأخرى الأدلة الكبرى والقواعد القواطع ونصوص القرآن الكريم من إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته إذا خطب الإمام وإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت الأمر بالمعروف أنها يعني المنكر وهو واجب ولا يجوز والإمام يخطب كيف بما دونها وهو السنة فذهبوا إلى عدم جوازها وأن الإنسان لماذا جئت متأخر؟ لماذا جئت متأخر؟ ثم تتخطى رقب الناس ثم تصلي ركعتين والإمام يخطبه عند باقي المذاهب كالشافعية والحنبلة سنة لأن الشيخنا نرى الكثير من الناس يوصلون صلاة تحديث المسجد والإمام يخطب هو جميل أن تعمم الحكم الفتوى على أهل بلدة معينة أو أهل البلد أن هذا أمر غير مشروع إذا كان الإمام يخطب ريح واستمع فإن الشواهد في وجوب الاستماع واستقبال الإمام والاستماع إليه متوافرة متواترة ومتظافرة بينما هذا حديث وحديث أحد لا يمكن أن يقوى على هذا إذن دليل واجئ وموجود لدخل وإن باسم يخطب قاعدة قال له قم فاركع ركعتين يعني استدل بأن هذا كانت حاله فقر ما إلى ذلك حتى يلتفت إليه ما إلى ذلك هناك نزاع بين الفقهاء عندنا في المذهب عند المالكية لا تشرعوا في حقه جيت متوخر جيت روطار ريح تسمعه تحب تصلي ركعتين أو أربعة أو كثر أربعة بكري أربعة بكري وصلي وبالتالي إذن المسألة خلافية ولكن الراجح أنها لا تصل